موجهات أمنية جديدة لضبط الأمن في البلاد خصوصا بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة تضمنت إعادة توزيع مساحات العمل للأجهزة الأمنية والاستخبارية وتفعيل الجهد الاستخباري في ملاحقة المجاميع الإرهابية وإصابات الجريمة إضافة إلى تقييد حركة العجلات الحكومية ومنعها من الخروج بعد ساعات الدوام الرسمي إلا بورقة عمل والتأكيد على التوجيهات السابقة بخصوص الدراجات النارية تنفيذاً توجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة وبالنظر لوقوع عدد من الخروجات الأمنية التي تم استخدام بها الدراجات النارية ولغرض الحد من هذه الظاهرة تم مصدر هذا القرار بمنع حركة الدراجات بعد الساعة الفوثمانمائية للسادسة مساء تم تبليغ كافة القطعات الماسكة ودوريات الشرطة النجدة وشرطة المرور للقيام بواجباتهم اتجاه هذا الأمر مديرية المرور حضرت المخالفين بإجراءات قانونية رادعة وغرامة مالية قد تتجاوز المائة ألف دينار ووجهت بمنع سير الدراجات النارية بأنواعها كافة المسجلة وغير المسجلة من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا عقوبة رادعة لكل مخالف للدراجات اللي يقود المركبة في فترة المنع وتكون حجز المركبة وفرض الغرامة حسب القانون رقم الثمانية لسنة 2019 بحجز المركبة وكذلك فرض الغرامة المنصوص عليها بالقانون نصب مفارز وتشكيل مفارز مكثفة ضمن الشوارع والساحات الرئيسية وضبط المركبات المخالفة وإدعاها في ساحات الحجز وتطبيق القانون وكان المجلس الوزاري للأمن الوطني قد شدد خلال اجتماعه الأخير على اتخاذ إجراءات مشددة ووضع خطط أمنية للحد من الأعمال التخريبية التي تهدد الأمن العام كذلك إعادة النظر بالقيادات الأمنية التي شهدت قطعاتها خروقا أمنية ومحاسبة من يثبت تقصيره في أداء مهامه الأمنية علي الأحمد العراقية الإخبارية بغداد